البعض عد أن ربما الأمر يتطور إلى إعلان المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية منظمة إرهابية هل هذا تحليل فقط من محللين أنه ربما تسلك القوة السياسية هذا المسلك؟ ليست هناك حزب يسمى مؤتمر الوطني حتى نسميه منظمة إرهابية وغير إرهابية هي دي محاولة برضو إعادة للأسهان وكأن المؤتمر الوطني موجود ليس هناك مؤتمر الوطني الآن وليست هناك حركة إسلامية حتى تحل هذه لافتات وعناوين كان يتعامل بها النظام القديم الحزب الذي كان مسجل وموجودا تم حله بموجب الغانون وسيفكت وتفكك واجهاته بموجب الغانون وستعاد أموال الشعب السوداني التي تم نهبها من خلال هذه الواجهات ومن خلال هذه التنظيمات لعضوية المؤتمر الوطني أو عضوية التمكين ليس هناك حزب اسمه المؤتمر الوطني حتى نصنفه واجه حزب إرهابية